بقول لحضراتكم اللي نقدر ناخده من دروس في هذه المسألة لو بصنا على الثلاث أدوار المضغوطة يا باشموندس يعني الأهلي بدأ يلعب مع التراجي في دور التمانية لأنه بعدما الاتحاد الأفريقي قدم دور المجموعات خلاها في دور الستاشر الأهلي لعب مع التراجي المباراة الأولى ستاشر تسعة يعني بالضبط بنتكلم على خمسة واربعين يوم لعب فيهم الثلاث أدوار تخللتهم مباريات في الدوري تخللتهم مباريات الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم للمنتخبات وعدد من لعبت الأهلي كانوا مع المنتخب فبصوا حجم الضغوطات اللي لعبت الأهلي في أربعين يوم عصروها بلعب التراجي رايح جاي بلعب النجم رايح جاي بلعب الوداد رايح جاي وبينهم مباراة الكاميرون أو مباراة الكنغون في تصفيات كأس العالم مع المنتخب وبعض مباريات الدوري زي الرجاء والاتحاد وغيره لكن إن أنا وفقا للجدول أبدأ ألعب عدد من الأدوار المهمة التلات أدوار المهمة في 40 يوم ده يخليني في البطولة اللي جاية إن شاء الله لازم أن أكون عندي استعداد لمواجهة إصابات أنا عندي واحد زي حسام عشور فقدته في فترة مهمة جدا عندي واحد زي صالح جمعة بديل عبدالله السعيد الاتنين يتعوروا هذا الضغط لازم نستفيد منه في مباريات اللي جاية ما دي من ضمن الحاجات برضو اللي عدت في زحمة الأحداث المستفزة والأجواء المستفزة في المباراتين إن عندنا نواقص في حاجات مهمة جدا يعني إحنا برضو صادفنا حاجات غريبة يعني يعني هروب كلبالي بعد ما ظنينا أن عندنا رأس حربة حيحللنا المشكلة وبعدين تبتدي خروج حجازي خروج حجازي لا خلاص حجازي من الأول أنا مش بتكلم خلاص حجازي أنت من الصيف خلاص مش معاك إنما أنا بتكلم طبعا لو حجازي موجود ممكن كان يساعد لكن أنا بتكلم في الظروف بقى اللي أنت الغيابات طبعا مروان محسن طبعا فأنت بتجيب لعيبة لسه عايز تتطبع معاك زي وليد أظهره الظلم وإحنا تظلمنا لعيب جيد ويملك مقاومات عالية لكن لكن الوقت أنا عايز الوقت توقيته ما كانش يبقى في الأدوار الحسيمة صحيح غزب عننا لأن كلبالي لما ماشي إنت لازم تشوف حاجة تانية حسام عشور طبعا عبدالله السعيد وخروج ودخول شكرا للمشاهدة صمت